ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماع المجلس الوزري للتنمية الذي عقيد اليوم في قصر الوطن في أبوظبي تضمنت أجندة الاجتماع منقشة أداء القطاع الصناعي في الدولة والتحديات التي يواجهها هذا القطاع والممكنات والمبادرات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في التنمية الصناعية الوطنية وفي الشؤون التشعيعية ناقش المجلس الوزري للتنمية تعديل عدد من التشعيعات الاتحادية المنظمة لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتلك المتعلقة بتنظيم علاقات العمل مع عمالة الخدمة المساعدة وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتشعيعات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية